كتحصيله الجامعي غير المعترف به دولياً يظن وزير التعليم العالي في حكومة السوداني أن ما أنجزته وزارته أمر يستحق الفخر هكذا رد ناشطون عراقيون على احتفال نعيم العبودي القيادي بميليشيا العصائب بإنجازات وزارة التعليم العالي التي ترأسها حسب المحاصصات الطائفية وليس حسب الكفاءات الإدارية وكالة الأنباء الحكومية عرضت إنجازات وزارة التعليم ضمن المنهاج الحكومي وهو عبارة عن فقرات فارغة من أي معلومة وجمل ملفقة عن إنجازات وتصنيفات وهمية وزعمت الوزارة أن العراق حصل المرة الأولى على المرتبة 37 عالمياً من ناحية التعليم من دون أن توضح الجهة التي منحتها المرتبة وأين صدر هذا التصنيف وعند مراجعة سلم التصنيفات العالمية للجامعات تبين أن المرتبة 37 عالمياً هي لجامعة مولبورن في أستراليا بينما حلت جامعة بغداد في التصنيف نفسه في التسلسل 1501 يأتي ذلك في وقت استبعدت فيه مؤسسة كيو إيس البريطانية الجامعات العراقية من قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم فيما ضمت 14 جامعة عربية ضمن القائمة دعاءة نعيم العبودي تناقضها لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب الحالي التي أقرت بأن 90% من الشهادات الممنوحة لطلبة الدراسات العليا من خارج البلاد بعد عام 2003 مزورة وحصل عليها من خلال الأموال وعن بعد ومن جامعات غير معترف بها إضافة إلى ذلك أقر مسؤول في وزارة التعليم العالي بأن الواقع التربوي في البلاد يزداد سوءا وأن نسبة كبيرة من حملة الشهادات العليا في العراق يتخرجون بطرق وصفها بالملتوية مبينا أن بعض الجامعات الخاصة في إيران تعود ملكيتها لشخصيات سياسية ونواب سابقين في حكومة بغداد التعليم في العراق وصل إلى حافة الانهيار بعد تدمير ممنهج أشرفت عليه الحكومات المتعاقبة منذ عشرين عاما وكل ذلك من أجل إخضاع الشباب العراقي لوطعة الجهل والتخلف البداية ترجمة نانسي قنقلة علم pounds